رجعنا من جديد في اسبراميكس نتوس كفيني من حسن فينا اليوم نحكي أكثر كرة على المنتخب الوضعين التونس اليوم مقابلة ضد منتخب جزر القمرة مع ضيوفنا احمد الصالحي مختار البوس ماروين تيش وكريم العواذي كريم قابدا معك أنتي أعطيك التشكيلة تقريبا نقعد غموظ في مركز واحد ونعطيكم تفاصيل في الكاش تقريبا واضحة الأمور من ميش علي مين بوشنيبة علي سار بش يكون موجود محمد أمين بن حميدة كأساسي فلاكس ثنائي ياسين مريح ومعه أيضا منتصر الطالبي القدام بش يكون العيدوني أساسي الشك قعد في وسط المايدان بين حمد رفيعة وإلياس السخيري واحد منهم بش يكون أساسي أيضا بش يكون فرجاني ساسي محمد علي برمضام شعب عليمين في الخط الأمامي مع تكاجانيح أيمن علي سار يوسف المساكني وقلب الهجوم سيف الدين الجزيري خاني اخو ما عندكم قراءة كلمة كلمة على التشكيلة بعد نغوص وأكثر في التفاصيل نبدأ معك أنتي كريم يمكن أن يكون هناك مشكلة يتفرجوا في البوزيسيون اللي يلعب فيها برمضان وين يتحط في العلين يرى وموش بشلقة راحت وخطر أنا عرفنيه برمضان كل ما يكون في كاس كل ما يكون ريليور ليبر فوستيران وحتى ريليور على الجهة اليسار بش يحل ويشوت حتى يلعب على ريليور على يمين يتقلق شوي لا شنقصت برريليور راهية ريليور ينجم يكون فيه استيران يمكن أن يلعب مروان معه حمزة لحم تخليه ليبر فوست الملح يتحرك أصحابه يتحرك في البوزيسيون عكسه يمكن الليسي سخيري كما تعرف نتفرج فيه ماتش الأخرين لا عمل الميتوه يخرج من برمضان لا ما عندوش هو قال خرج الأسباب فنية من المدارب احنا كنا نظن عنده برمضان صحيح لكن تصرحه هو قال المدارب عمالي شواب ما نتصورش كي يبدو الليسي سخيري موش بش يكون أساسي خطر الحاكم تعربي تفعل لذيك يبدو موجود يعتبرش إكيليب الوصل الميدان يمكن أنا الحاجة اللي ديما نقوله ساعات في المنتخب تلك تخلي اللي عبا تحكي عليا ليهي اللي بنا حميدة كما قلت أنت ناجم يكون أساسي وهو في اليوم كنسبة كبيرة أساسي 99% أساسي وهو ما كانش في الاستدعاء الولاني للمنتخب نقطة صفان كبيرة يمكن هون أنا نرجع لمرتضاب والناس مرتضاب لسي مرضوك لكن هنا نعطيك حسب بعض المصادر عن التبرير متع فوز البنزرت يقول لك بنحميد العبق أكثر من حسين بن علي في المنتخب يعرف الملاعبية اللي معاه في الكاج من ميش وكذلك مرياح وبوشنيبة لكن هناك كما قلت أنت منفروض يكون من الأول هو قبل بن علي مدام كنتي عندك اليشواء هذو معناه والله شبش نقول لك ساعة تتسمع أعذار ومنتصورش أعذار إذا حكم تعربي يمكننا هكذا هم كانوا عقارين هوا وقل عتيك المنتخبة بسيفة عامة خالي للتوضيح العام موحنا نعرفه هوا كان تكون لولين قبل ما يتضرب كل عام ديما يلي كيب ناسيونار خاتر اليوم بنحميدة مووش عن بوزيون فورس ولا تلز خاتر اليوم بش توتوكسر الكلمات و بش خالي عليه بليسون كبيرة و هكذا موش عايت البن علي مخذ خاتر اذاك البن علي كان جاي كيما يقولوا اذاك ديكور عاملين و هنأعتيك من الأخر موش عاتي فيه كيما يقولوا الثقة تامة معاته موش عاني قولك جاي بش خاتر اليوم بنحميدة الناس كل عارفين دايرين عليه مي اليوم مقتنع بي فوزي البن زارتي حبي عايتلو مي في كيما يبدأ عابل يوجود رتح الملايبي مي اليوم كيستحق ولا عايتلو فرض اللي ظهر ليكونوا بن علي موش حابو تنجم تكون ملاويمتا هانا مسينا حا ماسينا اي طوال هانا عايتنا ويم لاعبي مليكوال صحيح تاك فوالا هاكيك يخدموا بينا اخي بجارشا هاد كان يوالي عايتلو البريود اللي بجارة لكيما سيوم رقبال هاكيكا كريم راولي برز ولا العايتك نذكرك في برشة اسامي يبرزوا ويكون هما توتوا الاريات يسكتوا باهم لعبات ومياربوا حتى تقيقة في المنتخب انا اعتيك من الأخرين ارا شكينا المحتمل الي اسمعتها اه تشكيله هاذاكا معاندوش معاندوه خيارات كثير افوزي البنزلتين نتصور هذيك التشكيلة المناسبة خط الدفاع تقريب كل ملاعبية باستثناء الطالبي لي ماوش توفر الاسبرونس تقريب الاسبرونس كابل ماوش توفر الاسبرونس كامل دا ماوش تخط دفاع الترجل الي دي تونسي ودى حاجه مهمة حاطر فما ايه لا نحكي معاندوه الي العبو مبعات نتوت طالبي ملعبش مع التريو الموجودين الأخرين الخمسة ليني دلتالي مروا يعني شوق ستانا فوزي بزرتي في الخط الدفاع لو جعل حاجة اسمها تكامل لو جعل حاجة اسمها تكامل وهذا عنده فيه الحق وأنه يلعب بنحميدة أساسي هذا معناتها زادة حاجة معقولة جدا وخيار صعب بنحميدة كما كان يحكي ستاب المعقول وين أنك تجيب ملاعبي بعض ملاعبي يتلعب وقبل الملاعبي يجبه من اللول وين المعقول إيه فيه المعقولية هو أنا قدامي زوزم لعبية باش نختار الأكفاء والأجدر منهم باش يلعب لي كيب نسونا المتقول لي شكرا عيط باش نكمل معك اللخة وقبل الاستاش موجود معاك بزوزم لعبية باش تختار الأكفاء منهم علش من اليوم يظهر لك الأكفاء بنعلي واليوم يظهر لك الأكفاء بنحميدة أنا ما عندي حتى مشكلة ما حتى اسم لكن نحسبوهم X و Y دعنا عمله ريزونمون هو وقت العيط البنعلي كان العبدي باش يلعب titular and discutable معناته لاعب أساسي لا ما ما فيش نقاش وما كانش باش يلعب حسن بنعلي بعد إصابة العبدي خطره إذا كان كان مش عايط كما كان مروين يعيط البنحميدة بشيلومه وبرشا خاطر البنحميدة بنحميدة روند مونت تاعه كونتيستي من فئة كبيرة من جمهورة ترجل تونسي ورعي العام رياضي بصفة عامة كي تضرب عليه العبدي يتولي وقته انت كي باش تعمل شواء بين حسن بنعلي وبين بنحميدة أنا كمدرب انفضل بنحميدة لخبرته وتكامل مع المجموعة عنده خبرة عاد راجل يلعب عشرة سنين في الاسبرانس يلعب على المستويات كله لاعب كاس العالم لاعب كاس العالم في باكتي على خمسة سنين مع نيشة اليرغوش وتنراشر سمحني سمحني مليون برشا بيت تقول لحظة تعطيك في الجروب اللي مشات للبطوط العالم الأندي اه كاس العالم الأندي اوكي ايه بنحميدة ايش شو مروين يقول الخبرة ايش شو شو موقف بنحميدة مليعبي مش مليعبي اذيك حاجة اخرى اما اما زيتا نعطيه حق العباد امالكو باراب من اعلى طراز يا رب عطراجع الوجهات كله عندوا خبرة بنحميدة اليوم الكورة احنا كيكونا نطلع في الكورة ولا عرف كنا نقاو كما قولنا كانوا اسامي قدامنا ونتجا مش تيقو معام شانس بنحميدة تقول لانتي اليوم معندك معا ريتفد هو تسمى عنده حظ كبير اليوم معنا شرير غوش في تونس في تونس كمنا ما عيودك ليمركوشه هو يزلو عب ذدهو احنا جاب ربي اليوم عنا علي العبد يبرص في الثلاثينيات متاعو بعد عنا علي المفمج انتي مدرب عندك حسين بن علي وعندك بن حميد ان كنت لعب خلينا ما تضماؤوج يا نعم انتي وعندك حسين بن علي اللي موش انا ريركوش دوميتي وجوار الدوال راجعوها ريركوش للذرورة وفي التوال موش عامل رندمو كبير وعندك بن حميد خبرة وتجربة وفي الفيستيار معنا تغيرت حياتي عرفه مو. وما عندها قيمة زادة يا مروين. عندها قيمة عندها قيمة. ما اسمع. راو كرة كنتي لتترجي ولا ميعبيته. ما خليكش كل موضوعي. ما ما يزعش عنك جانب الحيات. اسمع كي جيت عندي فيه ثيقة من رجع عشان بن محمد. ادي خليني بن بن محمد خليني اتاوفي لكيب نزمات. لا بصمع لعب عرب عم باتشويت فساقية. وعمل يقبك الوزير. واليوم اسمع. ايش اكلمك عاد. يا مروين انا نحكي. ايه بن حميدة اشبيه موش ملاعبي. انا بن حميدة قلتها قلتها ذرته فئة من جمهور الترجل هذه تونسي. اللي قربكته الملاعبي وفقدته الثقة بنفسه. وكردوزو اللي يعطي فيه فئة دوار اكثر معنى انت من طاقته اكثر من حجمه. كيضمو لزيليه للعمق. يخلي لهو كل وار كامل هو بيش نبهو معدوش لكاليتي هو دفاعين. واضح قلتو احمد. قلتو احمد. ايه ما هو نعودلو.